بينما يستعد العالم لاستقبال عام جديد تتواصل معاناة الشعب اليمني في عامها التاسع بمعزل عن اهتمام المجتمع الدولي لاسيما الإدارة الأمريكية التي تراجعت لديها أهمية القضية اليمنية إلى مراتب متأخرة في قائمة أولوياتها السياسية تقرير جديد نشرته صحيفة ذاهل الأمريكية يؤكد أن اليمن لم يعد يتصدر قائمة الأزمات التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي ونادرا ما يحصل على وقت في الكونغرس لمناقشة تطورات الصراع فيه الأمر الذي ينذر بكوارث ليست فقط إنسانية وإنما استراتيجية كذلك فانسحاب الولايات المتحدة من التأثير في الملف اليمني من شأنه أن يترك الساحة مفتوحة أمام توسع النفوذ الإيراني الداعم لمليشيات الحوثي التي تتسم مواقفها التفاوضية بالتعنت لسيما بعد أن رفعتها الإدارة الأمريكية من قائمة المنظمات الإرهابية بدعوى المحافظة على المسار السياسي في اليمن السياسة السلبية للولايات المتحدة مع الملف اليمني منحت مليشيات الحوثي بحسب الصحيفة الأمريكية فرصة لتعزيز سلطتها ورفض تنفيذ التزاماتها وفق الهدنة الأممية في مراحلها الثلاث الأولى ثم إجهاض تجديد تلك الهدنة في مرحلتها الرابعة في شهر تشرين الأول الماضي ويشير تقرير ذهيل إلى ضعف سياسة البيت الأبيض تجاه مليشي الحوثي في اليمن وهو الضعف الذي يبدو جلياً في عجز الولايات المتحدة عن إجبار الحوثيين على الإفراج عن موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء الذين اختطفتهم قبل نحو سنة ما يعني أن مواقف الأمريكيين بالطبع ستكون أضعف فيما يتعلق بغير ذلك من ملفات الصراع اليمني إذ إن واشنطن تتعامل مع اليمن كجزء من صراع أكبر على النفوذ بينها وبين إيران صراع تتراجع فيه أهمية اليمن أمام ملفات أخرى مثل البرنامج النووي الإيراني ناهيك عن الوجود الإيراني في كل من العراق وسوريا ولبنان شكرا